طيب لو رحنا برضا كتل لمباراة ان شاء الله بقى يوم الجماحات بتقولي المباراة ما لهاش مقيس حتى لو الناس بتحاول تتكلم او ان هي بتحاول ان هي تتعمل مقارنات او ما شابه تبقى حضرتك عموان بقى فنيا شايف المباراة دي ازاي لا هي المباراة يعني اهم حاجة ان امرا واحد رؤية كل مدير سنين سريع الله يعني نقطة العقل ونقطة قوة بتاعتك لعبتك تشكيلك اللي انت هتعمل التشكيل بتاعك والتشكيل تب يفرق جدا والتبديلات بتفرق جدا مين الاصلح للمباراة مين القريب للمباراة مين الفورمة بتاعته بتاعته كويسة وجهز نفسه كويس ده كله بتفرق مع الموديل المفنيين انا ما جيبش حد واقول ايه انا بحلم ان اللعاب الجودات برضو لو حد خد يعني انا بصراحة يعني بقول ربنا يساعده يبقى معا من اللعاب الجداد ان ما فيش حتة الانسجام ممكن لعيب جديد يصلع يقولك انا هو لكن مش كل اللعاب الجدادة بديها بالمباراة طبعا انا بقى ممكن احرق اه لعيب او اثنين او ثلاثة لكن ممكن الملعب يستحمل واحد او اثنين الجداد دي كتيره لكن حتة الانسجام وحتة ان احنا نبقى قريبين لبعض اي نعم فيه فيه دلوقتي تطور الاداء كبير مدة نفتانيات بقت بشكل ان اللعاب يقدي على طول حتى لو كان بعيد لكن برضو مش مباراة مصرية زي دي او مباراة هامة زي دية اللي هي السوبر يعني فانا شايف ان كل مدير فن عليه واجب كبير جدا عليه اه اه بتصور حاجات وممكن حاجات دي تطلع مفيش في المقى لكن انا لما تخيل وحط التشكيل الامسل وملعبش كتير في المراكز اجيب ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا لا تفرق كتير مع كل مدير فن ان انا كل حاجة زي كده وشوف التشكيل الامسل طبعا في ناس تقدر تشكيل باوز الدنيا صح الناس تقدر تشكيل صح وابني باقى على كده الخطرة اللي هي بتاعة المباراة قسم اوقات المباراة لرؤية انت زي ما تقول مثلا بتدير بقى بندير حاجة حاجة سيمفونية كده حلوة طب ده طلع طب الفرقة دي لابت ازاي اه او هبتلعب ازاي طب انا قفل دية طب انا هاجم من ناح ده كله شغل مدير فني طبعا وجهاز بتاعه برضو فانا شايف ان دي مهمة جدا جدا للجهاز الفني والمدير فني لنادي الزمالي ونصحتك ايه كابتن بردو للعيبة اللعيبة ده حدث ده حدث كبير جدا نصحت ان هم كل ما عندهم يطلعوا في المباراة دي ان العالم كله العالم العربي او المملكة العربية السعودية تستضيف حدث جامع دي ده فطبعا دي حاجة جميلة لان تستعمل في اجواء احنا كنا في جنوب افريقيا تستعمل في اجواء عربية جميلة اه في بلدنا التاني المملكة العربية السعودية فانا شايف ان ده لازم حتى الاداء وانتباع اللعيبة وبردو اللعيبة اللي عليها دور كبير ان احنا نعمل اخراج كويس للعيبة المصرية وخطباية الكبار بين الزمالك والاهل فده العالم العربي كله وفي ناس دول كتيرة جدا بتطرج عليه هندي انتباع على الكتورة المصرية باحترامها الشديد بالبطولة والمكان اللي احنا متوقفين فيه انا شايف فرصة كبيرة جدا جدا للعيبة ان هم يطلعوا اقصم عندهم ويعملوا اخراج كويس للمباراة ان شاء الله ان شاء الله كابتن اخيرا اخيرا عايز اسأل حضرتك سويل يعني سوبر 94 سمية نزمة الى طبعا هدف حضرتك لو فيه لو نفس السيناريو هيتكرر تاني وهيبقى يبقى سوبر ايوا يبقى سوبر مين لا هو بالضبط السؤال كده يبقى سوبر مين لا ما هو السوبر السوبر واحدة في هنا وهنا بس السوبر اولا بيبقى عزيز شوية يعني طبعا يا كابتن اوكي كده لبقى 90 ده لاجيال كتيرة لا لاجيال كتيرة انه ده 30 سنة فده شاف اجيال كتيرة جد واجيال كتيرة كانت لناها برضو صغير وطلعوا حافظين السوبر دوت وعارفين السوبر دوت وعارفين البطولة دي طبعا والبطولة دي لناس الزمالك فاللي جاي ده شوفي بقى من 24 لغاية ربنا يدينا الصحة كلنا والناس وخمور طبعا هتبقى لغاية كام فبالتالي فيه اجيال برضو دلوقتي هتاخد من يبقى ده صغير 24 نشوف بقى الاجيال اللي جاية ان شاء الله باذن الله مش عايز تقول لي اسم من الجيل الحالي تتمنى ان شاء الله يسجل يا رب ان شاء الله يوم الجمعة والله انا اتمنى اتمنى طبعا يعني اي حد ربنا هوصقه في نازل ده مالك انه ده برضو الاسم ده وكل واحد يبقى يبقى عنده العزيمة والاصل ان هو يبقى العريس بتاع البطولة بتاع 24 يعني ده طبعا تاريخ ودي في نفسه حاجة كبيرة جدا والناس يكفي ان هي تفسك لك بعد سنين طويلة زي دي انا كنت فخورة جدا بوجود حضرتك معايا كبتن ومشكور يا جمعة بجد ان انا كلمت حضرتك انا اسعد بجد و самом الله يخليك وتشرفت بجد ان انا كلمت فعلا حضرتك انا بشكرك جدا يا كبتن على يعني الكلام حضرتك معايا وكنت متشرفة طبعا بوجودك معا��다 بشكرك جدا كبتن ايمان منصور على وجود حضرتك معايا نجم ولاعب ندي الزمالك السابق بيزن الله يوم